سامويل هانتينغتون سنة 1994 كتب في كتابه اسمه Civilizations Clash يعني صدام الحضارات قال النظام العالم الجديد سامويل هانتينغتون قال النظام العالم الجديد ستبدأ ملامحه بعد 25 سنة أو 30 سنة وعرف النظام العالم الجديد ببساطة جدا قال عواصم أرجوك انتبه لي لتعريفه عواصم نكيرات لدول تتصارع فيما بينها منذ احتلال يعني منذ احتلال عراق عام 2003 بدأت تنضج نظرية الفوضى الخلاقة والفوضى الخلاقة هي التي كانت يعني تعني تجزيء المجزأ لكن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا رفضوا جميعا أن تمس سايكس بيكو أصبحت المنطقة أمام مشروعين مشروع شمولي ومشروع وطني المشروع الوطني هو الذي تعلمنا عليه كل واحد عدنا فريق طوبة وعدنا علم وعدنا نشيد وطني وكل بلد قاعد بوحدة يعني هاي اللي تعلمنا عليه هو اللي تأسست بعد سايكس بيكو المشروع الثاني هو مشروع مفتوح تماما تمددي سواء كان عن طريقة تمدد الفكري أو التمدد الجغرافي اللي قامت علي داعش اللي تشتغل علي فكريا إيران بتصدير الثورة هذا المشروع الآن هو اللي جاي يغلب مشروع البريطاني الفرنسي المشروع الأمريكي مشروع تجزيء المجزة وتقسيم المقسم هو الآن اللي جاي يشتغل وبالتالي الأتراك أيقنوا تماما بأن هذا المشروع هو القادم أنا أذكر لك قبل ثوانية واربعين ساعة من الآن دللش 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 جريدة مقربة من أردوغان نشرت خريطة لتركيا ضمنتها الموصل حلب أجزاء من بلغاريا وقبرص تلاحظت شون ولم تكتب فلسطين وكتبت إسرائيل طبعا أطماع الأتراك في الموصل من اللي وقفها؟ وقفها التاج البريطاني وقوة الحكومات القومية التي قادت العراق